اشتركوا في القناة برنامج التاسعة يعني يمكن هنا طبعا الصورة ما تقلش كتير عن الولايات المتحدة الامريكية طبعا مقر ومكان اطلاق طبعا القمر الصناعي الجديد 301 وحبيب كمان ان انا يعني اقولك انا كمان حظ حلو ان انا موجود النهاردة وبقى اشارك يعني المهندسين الموجودين او العاملين الموجودين داخل الشركة المصرية للاقمار الصناعية في النيلسات الحقيقة النهاردة الاجواء كل الاستعدادات انتهت تماما المهندسين موجودين الاجواء هنا طبعا سواء القنوات الفضائية او حتى العاملين الموجودين داخل الشركة كلهم يعني على اتم الاستعداد طبعا يعني احنا قدامنا دقائق بتفصلنا عن بداية الانطلاق للقمر الصناعي الجديد الاجهزة اللي موجودة طبعا من خلفي والمهندسين اللي موجودين زي ما انت شايفهم دلوقتي يا يوسف كلهم بيشتغلوا على الامر الصناعي الحالي اللي موجود اللي هو 201 وطبعا هيتم طبعا متابعة الامر الصناعي الجديد اللي هو 301 بعد ما يتم اطلاقه ب38 دقيقة المهندسين هيبتدوا ان هما يستقبلوا اول اشارة للامر الصناعي بعد 38 دقيقة وبالتالي كمان هيتابعوا مدار الامر في المدارات اللي هيكون موجود فيها وصولا طبعا للمدار النهائي اللي هيوصله في حوالي يوم 16 او 20 يوليو علشان يكون الامر طبعا تحت سيطرة الشركة المصرية للأقمار الصناعية نيل ساد بشكل كامل يوم 20 يوليو ان شاء الله لكن اللحظة اللي احنا كلنا مستنيينها طبعا هي لحظة الانطلاق ولكن لحظة طبعا اول اشارة بعد 38 دقيقة من الانطلاق طبعا القمر الصناعي الجديد المهندسين هنا بيتم متابعة طبعا المواصفات الخاصة بالقنوات القمرية اللي موجودة احنا بنتكلم على 38 قناة في الامر الصناعي الجديد وكمان بنتكلم على الامر الصناعي الحالي هيكون فيه 26 قناة زي ما انت شايف دلوقتي يوسف يمكن الشاشات كلها بتترقب طبعا استعدادا لانطلاق القمر الصناعي الجديد كل المهندسين موجودين سواء المهندسين المراقبين للأقمار او مهندسين الصيانة والتشغيل او حتى يعني المهندسين الخاصين بالأقمار فبالتالي فيه لحظة استعداد وترقب كبيرة جدا من كل المهندسين الموجودين بنتكلم عن اهمية كبيرة جدا النهاردة تكلمنا مع الخبراء الموجودين داخل المحطة بيتكلموا على اهمية هذا القمر لأول مرة هيكون فيه قنوات اتصال جديدة مع اشقائنا في القارة السمراء في افريقيا من خلال تغطية القمر لجنوب افريقيا وتحديدا كمان دول حوض النين ده بالاضافة طبعا لشبكة الانترنت الفائقة ميزة الامر النهاردة ال 301 بالنسبة لشبكة الانترنت الفائقة انه هو هيعمل مع القمر طيبة واحد وده تابع ايضا لشركة التسويق الفضائي المصرية فبالتالي قمرين مصريين هيكونوا منطلقين في الفضاء لتغطية مصر كلها بشبكة انترنت فائقة السرعة بحيث ان المشروعات الجديدة كمان والمجتمعات العمرانية الجديدة كلها هتتمتع بخدمة انترنت قوية سواء بنتكلم عن انشاء مدارس تكنولوجية جديدة بنتكلم عن وصول الانترنت للمناطق الحدودية والمناطق النائية فبالتالي مصر كلها هتتمتع بخدمة انترنت فائقة كمان ان القمر الجديد بيتمتع بخاصية معالجة التشويش يعني مش هيكون في تشويش او في حالة انه حصل تشويش على الترددات اللي هتكون موجودة فده بالتالي هيتم معالجته وهيتم تحديد كمان مصدر التشويش فبالتالي المهندسين اللي موجودين هيقدروا ان هم طبعا يتعاملوا مع التشويش او حالة العطل اللي ممكن تكون موجودة في الترددات الجديدة هنا داخل المحطة الرئيسية تم انشاء كمان محطة جديدة هتكون مختصة فقط بالتردد القمر الصناعي الجديد 301 بالاضافة طبعا مع القمر الصناعي الحالي 200 و 1 فبالتالي فيه تناسق وفيه طبعا تعاون ما بين المهندسين في المحطة 301 والمهندسين اللي موجودين في المحطة 201 كان لنا لقاءات كده مع المهندسين اللي موجودين داخل المحطة الحقيقة فيه حالة من الفخر وحالة كده يعني مبسوطين جدا ان هم بيعيشوا انطلاقة جديدة وتطور جديد في مواكبة طبعا القمر الصناعي في العالم كله وده مجهود الحقيقة بتقوم بيه شركة مصرية خالصة ومهندسين مصريين يعني بيقوموا بمواكبة كل التطور اللي بيحصل في العالم مع الاقمار الصناعية الموجودة الحدث ده او القمر الصناعي الجديد فكرته تولدت في 2016 لان الشركة المصرية للاقمار الصناعية قررت ان يبقى لها حقوق جديدة وتواكب كل التطورات اللي موجودة عشان كده عملوا طبعا القمر الصناعي الجديد 301 فكان لازم يبقى موجود كمان قبل انطلاق او قبل انتهاء سبتمبر المقبل ودي المهلة اللي موجودة من الاتحاد طبعا الدولة للاتصالات للتمتع بالحقوق الجديدة ومواكبة التطور طبعا احنا قدامنا يعتبر دقايق ونشوف طبعا الحدث العظيم اللي طبعا هينقل مصر نقلة نوعية تانية وان الحدث ده بيؤكد يوسف ان احنا فعلا في جمهورية جديدة نحو التحول الرقمي ونحو يعني جمهورية جديدة من كل الاتجاهات خاصة مجال الاقمار الصناعية والانترنت الفضائي يمكن دي الصورة من هنا من داخل مقر النايل سات بمدينة السادس من اكتوبر برجعلك بارتاليا يوسف والله يا محمود صورة كاملة متكاملة شديدة الدقة كما تعودنا منك يا صديق العزيز شكرا جدا يا محمود الف شكر لك حقيقي زي ما كان بيقول محمود حاجة تدعو للفخر يعني لما تشوف انه غرفة العمليات اللي موجودة جوه شركة نايل سات في 6 اكتوبر بجوار مدينة الانتاج الاعلامي كل اللي انت شايفهم قدامك مهندسين مصريين عقول مصرية وانا بقول لك يعني زي ما احنا النهاردة بعد 8 سنين او يا شائل علي القدير ان احنا في نفس اليوم اللي بيواكب يوم او ذكرى تنصيب فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي للسنة التامنة فاحنا بقى بنطلق الامر الصناعي 301 مع شركة سبيس اكسو مع الشركة الفرنساوي وحاجة عظمة جدا من فلوريدا هيجي يوم وانا اظن قريب جدا 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 يعني لو ما كانش السنة الجاية هيبقى السنة اللي بعدها هتلاقي نفسك انت اللي بتصنع الامر الصناعي بالمناسبة وبعدها ايضا بفترة لن تكون ابدا بالطويلة هتكون في يوم من الايام انت اللي بتطلق الامر يمكن من عندك ويمكن على سالوخ او مكوك فضائي من عندك انت بصنعتك انت بعقولك انت يا سادة كرام العقول المصرية تملأ العالم علما خلونا نروح لزاملنا محمد عبدالله منفد التلفزيون المصري من كيب كانيفرال الولايات المتحدة الامريكية ولاية فلوريدا خلونا نروح نشوف محمد عنده ايه نحن الآن في قاعدة كاب كانيفرال دقائق قليلة تفصلنا عن انطلاق الساروخ فالكون ناين من هذا المكان سوف ينطلق الساروخ لياخذ طريقه في الحديثة عشر وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة قبل انطلاق او موعد انطلاق الساروخ اناس كثيرة وعائلات كثيرة جاءت الى هنا لمشاهدة مشاهدة تعاملية الاطلاق نتابع معي هنا في الصورة عائلات باطفالهم بازواجهم عائلات كبيرة جاءوا في هذا التوقيت لمتابعتهم على علم بعملية اطلاق فالكون ناين بالقمر الصناعي المصري نايل سات 301 ان شاء الله في الحديثة عشر وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة الخمسة وثلاث دقائق بتوقيت فلوردة سينطلق اصاروخ القمر المصري او اصاروخ فالكون ناين حاملا لقمر مصري نايل سال 301 في هذا التوقيت تم الانتهاء من كافة الاختبارات الخاصة باطلاق القمر حسب مصادرنا داخل غرفة التحكم الرئيسية في شركة سبيس اكس المسؤولة عن عملية اطلاق الصاروخ دقائق قليلة وتتم مرحلة حرجة لالغاية وهي تزويد الصاروخ فالكون ناين بالوقود وهي المرحلة النهائية التي تسبق اطلاق الصاروخ في الحديثة عشر وثلاث دقائق بتوقيت القاهرة سينطلق الصاروخ اهم مرحلة حرجة هي الثلاث ثواني الاولى والتي ينطلق فيها الصاروخ فالكون ناين من القاعدة ستستغرق هذه العملية الثلاث ثواني وسنشاهد هذه العملية هنا من موقعي هذا بعد الثلاث ثواني ستستغرق عملية دقيقة و 37 سنية حتى ينفصل المرحلة الأولى من فالكون ناين عن جسم الصاروخ وهذه المرحلة الأولى بها 50 طن من الوقود وتنفصل المرحلة الأولى عن جسم الصاروخ حتى يكون الصاروخ أخف وزا ومن ثم يستطيع استكمال الرحلة وهو حامل الكابسولة التي تحمل نايل سات 301 بعد 3 دقائق و 50 سنية هيتم فتح الكابسولة في أعلى قمة الصاروخ والتي هذه الكابسولة تحتوي بها نايل سات 301 بعد 32 دقيقة من الانطلاق سينفصل 301 عن الصاروخ فالكون ناين بعده ب35 دقيقة سيتم استقبال أول رسائل خاصة ب301 وستكون فوق دولة كورية الجنوبية وسيتم استقبال إشارات البس مباشرة من كان حيث مقر حيث إحدى مقرات شركة تالس المصنعة للصاروخ وأيضا من نايل سات مركز تحقم نايل سات بمدينة السادس من أكتوبر بعدها يشم الجميع نفسه ويتنفسون الصعداء هنا في القاعدة العسكرية ومكان انطلاق الصاروخ بالتأكيد الشعب المصري ستكون هناك فرحة كبيرة يتم الاحتفال وهو ما يعرف هنا بالسلبريشن الاحتفال بإتمام المراحل الهامة لإطلاق الصاروخ 301 بالتأكيد متابعين معاكم انطلاق الصاروخ أول بأول وهذه الأجواء الاحتفالية الموجودة هنا في أورلاندو لمتابعة انطلاق الصاروخ فالكو ناين وهو يحمل القمر الصناعي المصري 301 حد أعود اليكم من جديد